كل سنة وكل المصريين طيبين كل سنة وكل المصريين بخير وسلام يا رب في أي عيد من الأعياد المصرية أنا دايماً بقول كل سنة وكل المصريين طيبين تبقى حالة لطيفة قوي أنت تسحى الصبح تلاقي كده إيه الرسال شغالة وواتساب شغال ما بين الناس وبعدها كله بيقول لبعضه كل سنة وكل المصريين طيبين الحالة دي طول ما احنا فيها وطول ما احنا بنقول كل سنة وكل المصريين طيبين ما حدش أبداً هيقدر ينال من الشعب المصري ما هو الشعب المصري يعني لوحدته لما كلنا نبقى بالروح دي يبقى صعب جداً أنه أي حد يقدر أنه يفرق ما بين الشعب المصري النهاردة سيدة الرئيس هنا البابا توادروس بعيد الميلاد المجيد والحقيقة سيدة الرئيس النهاردة في كلمته كان قال كلام في غاية الأهمية اسمحولي كده احنا نشوف الخبر على الشاشة بس اسمحولي أقول بعض الأجزاء اللي قالها النهاردة سيدة الرئيس لا يجب أن تكون للهوية الدينية دور في تحديد حقوق وواجبات المواطنين الخبر زي ما حضراتكم شايفين أهو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية سيدة الرئيس النهاردة أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز بي شعبها على مر العصور وهما يتعين التنبيه لي باستمرار طول الوقت حيث كان اعتقاد حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيلة من مصر يبدأ بإصابتها في القلب وهي وحدة شعبها جملة في غاية الأهمية والجمال أيضا نهاردة أكد سيدة الرئيس على أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دور في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات كل سنة وكل المصريين طيبين يا رب ومصر كده يا رب دايما منصورة وقوية كده بكل المصريين كده بشكل يعني احتمال وإحنا بنتكلم كده في الحلقة يبقى فينا لحضراتكو كلمة سيدة الرئيس